في ظل تواصل التقدم الأوكراني في مقاطعة كورسيك الروسية وسط تصدي الجيش الروسي لمحاولة كيف السيطرة على مزيد من الأراضي في كورسيك وجهت موسكو اتهامات خطيرة لأوكرانيا فقد أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف أن القوات الأوكرانية تتخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسيك وزابوريجيا للطاقة النووية الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف أوضحت أنها استقت تلك المعلومات من اعترفات أسرى تبعين للقوات الأوكرانية مضيفة أن القيادة الأوكرانية تخطط لشن ضربة على المنشآت في روسيا لسيما محطتي كورسيك وزابوريجيا في كوراشتوف وإنر كودار من جانبه أكد منصق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف سيرجي لبيديف أن الهجوم الذي تخطط له كييف يقضع لإشراف أجهزة استخبارات غربية وخاصة بريطانيا مشيرا إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوريجيا على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النوية في كورسيك وزابوريجيا وبحسب خبراء فقد يدفع التلويح باستهداف المنشآت النوية الصراع إلى حدود خطيرة لا سيما أن روسيا تمتلك الألاف من الرؤوس النوية ما قد يفتح أبواب الجحيم على مصراعها فحتى عام 2019 كانت روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من إجمالي الأسلحة النوية في العالم والتي يبلغ عددها نحو 14 ألف رأس نووي